استهرد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نشطى وزارة التعاون الدولي في إطار فعاليات مؤتمر كاب 27 الذي اختتمت فعالياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرا وقدمت وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءتها المكتفة مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والتنائيين والتي تم خلالها بحث سبول دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر في مصر كما أشرت إلى نتائج جهود حجد تمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لتحفيز التحاول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار تعزيز جهود تعاون متعدد الأطراف وتوطيد الشركات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود تحاول الأخضر ترجمة نانسي قنقر